موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ قائد المقاومة الوطنية كما تطهرت اليمن من الفرس بالإسلام فإننا اليوم نخوض معركة ضد عودتهم الرابع عشر من أكتوبر من عام 1963 ثورة الاستقلال الوطني وخطوة باتجاه الوحدة اليمنية وكالة ثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية في لقاء أكتوبر مع قادة الألوية قائد المقاومة الوطنية كما تطهرت اليمن من الفرس بالإسلام فإننا اليوم نخوض معركة ضد عودتهم إعلان مديرية العبدية في مأرب منطقة منكوبة السحل الغربي أورد الآتي العبدية حتى الأمس تحديث بوقائع الحصار وفضائع الهمجية الحوثية داخل المخا تعمل الآن أكثر من مئة حافلة ركاب بدلا من أربع قبل ثلاث سنوات تقرير بالفيديو رسائل إلى ردفان والرابع عشر من أكتوبر مع حراس الجمهورية بالفيديو قال قائد المقاومة اليمن كلها تدفع ثمنه نواب يخاطبون الرئيس بإلغاء ستوكولم يعترف قيادي حوثي إثنى عشر خبيرا لحزب الله في الصواريخ والطائرات المسيرة أكالت خبر طالعتنا بالعناوين التالية أربعون قتيلا وجريحا حوثيا في كمين محكم بالجوبة جنوب مأرب إعلان مديرية العبدية في مأرب منطقة منكوبة المشتركة تخمد مصادر نيران حوثي استادفت مناطق سكنية شرق الحديدة موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية جروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن يؤكد على ضرورة فتح مطار صنعى وميناء الحديدة مسوقو الغاز المنزلي بعدن يناشدون المحافظ وبنوهيط تموين عدم بالغاز لتلاف الأزمة الخانقة مقتل شخصين برصاص مسلحين مجهولين بتاعز الولايات المتحدة توافق على نقل يمني كان حارسا شخصيا لبلاد وأفغاني من سجون جوانتنامو من الصحف العربية الشرق الأوسط تشديد الأممي على تسوية سياسية في اليمن تسعة عشرة عملية لتحالف ضد الحوثيين في العبدية مقتل 150 حوثيا وتدمير 12 آلية عسكرية في العبدية خلال 24 ساعة في موقع الحدث الإخباري نطالع الأمم المتحدة معركة مأرب شردت عشرة آلاف نازح في شهر اليمن برلمانيون يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم وزير خارجية اليمن انتهاكات ميليشيا الحوثي زادت في البلاد المبعوث الأممي لليمن الحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال تسوية شاملة وآخيرا من سبوتنيك الجيش اليمني مقتلوا وإصابة 40 من الحوثيين في كمين جنوب مأرب هل توصلت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية إلى اتفاق حول السفينة صافر؟ ميناء صلى لا يطلق خدمات لوجستية إلى اليمن وزير الخارجية السعودي المحادثات مع إيران جادة ولكنها لم تحرز تقدما كافيا عن جناحي النضال اليمني سبتمبر وأكتوبر تحت هذا العنوان أورد الكاتب عدنان العديني مقالا جاء فيه لم تكد تشتعل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لتخلص من الاستبداد في شمال الوطن حتى اشتعلت ثورة الرابع عشر من أكتوبر لطرد المستعمر في جنوبه لم تحدث هذه الواحدية في التوقيت اعتباطا أو على سبيل صدفة إن واحدية هذا الشعب وواحدية معاناته وواحدية آمله التي صنعت وما تزال هذا التفاعل متأزر المثبت في حركته التاريخية أي ما حدث كبير يحصل في بقعة ما من وطننا إلا وتمذي ارتداداته لتشمل باقي الجغرافية منذ قرون وشمال اليمن يتعرض في فترات كثيرة لهجمات الاستبداد الإمامية فيما جنوبه يتعرض لهجمات المستعمر الخارجية ومن يقرأ تاريخ هذه المعاناة بشقيها يجد أن شرط الوحيد لاستعمار هو الإمامة بموقفها المضاد للشعب اليمنية إنها إن لم تستدع الصيدر على كل قوى الشعب وابتلاع كامل جغرافيته فهي لا تمانع من العودة لانحصار داخل منطقة صغيرة في أعار جبال صعدة إن أولويتها على الدولة هي صناعة سلطة مضادة للشعب اليمنية تكون في قبضة السلالة ولو في نطاق جغرافي محدود لا يعنيها ما وراء سلطتها ولا تنظر لها إلا كأرض فيد ومنطقة غزو وفي صورة يجعل منها أقرب لقوة اختراق خارجي وهي الحقيقة الأولى لها ولا تكفي القرون لتقضيتها قبل أقل من شهر كان شعبنا يحتفل بذكرى ثورة السبتمبرية المجيدة وهو اليوم يحتفل بذكرى ثورة الأكتوبرية المجيدة كجناحين أقلع بهم الشعب اليمني متجاوزا إرث الفترة المظلمة من تاريخه ومحلقا فوق ذل الاستبداد وجشع الاستعمار والاحتفال بذكرى أي حدث كبير لا يمكن أن يأتي فقط في سياق المديح والتمجيد الضروريين بل كمناسبة لينظر الجميع في موقعه من الحدث وما إن كان يسير في خط الحفاظ على مكتسباته وتنميتها أم قد جنحت به مراكبه إلى مسار آخر لا حاجة هنا لسرد المخاضر الوجودية التي تتهدد الحدثين الثوريين الأكبرين في تاريخ اليمن الحديث فهي واضحة كالشمس ولا يكف جميعنا بتناولها ويناقشها ويبحث في مجريتها كل يوم إن المواطن الذي لم تكف الحرب الذي وعانيها شعبنا منذ سبع سنوات تعلمنا إياه هو أن الخصم لم يكنه المضي في أعادة مشروعه إلى واجهة الواقع إلا من خلال المسافات التي تصنعه الخصومات الصغيرة في الصف الوطني وإن مواجهة هذا المشروع وهدمه تستوجب اليوم تراص الصف الوطني بكل مكوناته ونبدل خلافات البينية وبهذا فقط يمكننا إثبات صحة ائتماننا للثورتين المجيدتين وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان جروندبرغ يحذر من منح خطير ويدعو لمحادثات بلا شروط دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ إلى عدم وضع شروط مسبقة للمحادثات السياسية العاجلة المنشودة بين الأطراف اليمنية المتحاربة لكنه حذر بأن الوضع في مأرب ومحيطها يأخذ منحا خطيرا في ضوء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على منطقة العبدية في المحافظة وقدم جروندبرغ إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع في اليمن فاستهلها بعرض للمشاورات التي أجراها مع الجهات اليمنية والإقليمية والدولية موضحا أنه ركز على كيفية تحرك نحو حل سياسي مستدام لإنهاء النزاعة وقال المبعوث إن اليمنيين بلا استثناء شددوا على ضرورة إنهاء الحرب بالإضافة إلى معالجة الشواغل الاقتصادية والإنسانية بما في ذلك استقرار الاقتصاد وتحسين تقديم الخدمات الأساسية وتسهيل حرية التنقل داخل وخارج البلاد لكنه لفت إلى أن فجوة الثقة بين الأطراف المتحاربة واسعة ومتنامية مشيرا إلى اجتماعاته مع الحكومة اليمنية في الرياض وعدن ومع جماعة الحوثي في مسقط لمناقشة هذا الموضوع وما تضمنته الإحاطة الثانية للمبعوث الأممي إلى اليمن أسويدي هانس جروندبرغ أرحب بضيفي من القاهرة مونير أديب الباحث في القضايا الدولية والجماعات الإرهابية أستاذ مونير مرحبا بك أهلا وسهلا بك أستاذ يامر وبكل مشاهدي اليمن اليوم أهلا وسهلا وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش أستاذ مونير إذن أمس قدم المبعوث الأممي هانس جروندبرغ إحاطته الثانية منذ تعيينه كمبعوث أممي إلى اليمن من خلال متابعتك لهذه الإحاطة هل لمست أي جديد في هذه الإحاطة؟ يعني أعتقد أن هذه الإحاطة شددت على عدد من النقاط التي تبدو مهمة يعني هي أكدت على أنه على سبيل المثال لا شروط مسبقة للمفاوضات أكدت أيضا على فكرة المشروع السياسي وفكرة تقريب وجهات النظر ما بين المتحاربين أو المتصارعين داخل اليمن فكرة الوضع الإنساني داخل اليمن والمساعدات الإنسانية لابد أن تكون موضوعا منفصلا خاصة وأن هذه المعاناة يشعر بها الشعب اليمني ولذلك بشكل عاجل لابد أن تكون هناك مساعدات إنسانية وأن يتم تسهيل هذه المساعدات حتى تصل إلى كل اليمنيين في الداخل اليمن فضلا عن ضرورة أن لا يقف ميناء الحديدة ولا مطار صنعاء خاصة وأن هذه الخدمات لابد أن يقوم بها كل الميناءين للشعب اليمني وأعتقد أن ما طرحه للمرة الثانية ربما يأتي بنتيجة إذا كان المجتمع الدولي جاد وإذا كان الطرف الثاني من المعادلة جادا فيما تم طرحه في مجلس الأمن خاصة وأن هذه الوطرحات سبقا وتم تقديمها من قبل هذا المبعوث ومن قبل مبعوثين سابقين ولكن الفكرة ليست في الطرح وإن كان الطرح مهما ولكن في إرادة الطرف الآخر التي وقفت عقب كأود أمام حلول كثيرة طرحها المجتمع الدولي وطرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أعتقد أن ثمت أطرحات جادة كانت من خلال هذه الكلمة التي ألقاها المبعوث الأممي أمس وقد يكون هناك نتائج ربما مسمرة لهذه الأطرحات كما ذكرت لو أن الطرف الثاني أو الحركة الحوسية أخذت هذا الأمر بمحمل القد نعم أستاذ مونير الملفت للانتباه وفق عدد من المراقبين في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أنه أشار إلى نقاط وكان جريئا وحدد من يقف وراء الحصار الحوثي على مأرب أيضا تحدث عن الحصار المفروض الآن على مديرية العبدية وكيف أن الآلاف الآن يعيشون وضعا بائسا نتيجة هذا الحصار الحوثي لكن السؤال الذي يطرح هل لهذا الحضور في أروقة مجلس الأمن فيما يتعلق بالتصعيد الحوثي في مأرب سيغير من واقع هذه المحافظة ومديرية العبدية تحديدا يعني أعتقد أن هذا قد لا يكون مؤشر إيجابي للتعامل مع ما طرحه المبعوث الأممي الذي أشار إلى تصعيد عسكري وحصار من قبل الحركة الحوثية على مأرب وكل ما هو موجود في فضاء مأرب سواء كان شبوة أو حتى البيضة وبالتالي هذا التصعيد قد يكون رسالة مبطنة من الحركة الحوثية أننا لن نتفاعل مع أي حلول ربما تصدر من قبل المجتمع الدولي أو من قبل المبعوث الأممي خاصة وأننا تعودنا من قبل هذه الحركة الإنقلابية أنها قد تظهر أنها تشارك في عملية سلام أو في حل سياسي شامل بينما هي في الجهة الأخرى تشن حرب ربما طويلة وممتدة وفي النهاية لا يرى المجتمع الدولي ولا يرى اليمنيون منها إلا أنها مستمرة على ما هي عليه ولذلك بالمنطق كيف تلقت الحركة الحوثية هذا الخطاب الذي ألقاه المبعوث الأممي وكيف تتفاعل الحركة الحوثية معه أعتقد أن الحركة الحوثية قد يكون الحصار الذي فرضته على مأرب هو رسالة حقيقية لما قد تقوم به في المستقبل أنها لن تتفاعل هي تريد أن تدخل في مفاوضات ما بعد سقوط مأرب وما حول مأرب حتى وإن سقطت مأرب في يد هذه الحركة الإنقلابية هي سوف تتفاوض على أرض أخرى تعودنا من إيران وتعودنا من هذه الحركة الإنقلابية أو من أضرع إيران أن هذه الأضرع لا كلمة لها ولا عهد لها هي لديها مشروع استعماري وطائفي سواء داخل اليمن أو حتى في دول أخرى ولذلك هدفها ليس السلام في اليمن هدفها هو ابتلاع اليمن من قبل هذه الحركة الإنقلابية ابتلاع اليمن من اليمنيين ومن المؤسف أن هذه الحركة هي حركة يمنية في الحقيقة ولكن هؤلاء يريدون أن يسيطروا على اليمن لصالح إيران وليس لصالح اليمنيين ولذلك لهذا الهدف هم قاموا بحصار مأرب ولا أعتقد أنهم سوف يتفاعلون بإيجابية مع ما طرح من قبل المبعوث الأممي أستاذ مونير لو بدأت السؤال من حيث انتهيت في حديثك بالقول أن ميليشيا الحوثي مصرة على السيطرة على مأرب وأنها لن تتفاعل مع أي تسوياء إلا بعد السيطرة على هذه المحافظة الغنية بالنفط والغاز من يتحمل مسؤولية هذا التقصير وما الذي يترتب على الحكومة الشرعية والتحالف القيام به من أجل الدخول في محادثات سياسية ولديهم أرض يتفاوضون عليها وأيضا في موقف قوة لأنه أستشف من كلامك كأن ميليشيا الحوثي ستكون بأوراق ضغط كبيرة إذا أسقطت أهم معاقل الشرعية في شمال الوطن وهي محافظة مأرب أعتقد أن القوة هي اللغة التي تفهمها الحركة الإنقلابية إذا سقطت مأرب سوف تسقط مع مأرب أوراق سياسية كثيرة ربما تتفاوض بها الحكومة الشرعية هؤلاء أقصد الإنقلابية لا شرعية لهم ورغم ذلك الحكومة الشرعية هي تريد حقن دماء اليمنيين تريد التوصل إلى حل سياسي يحفظ اليمن ويحفظ دماء اليمنيين ويتقدم من أجل الوصول إلى هذا الحل السياسي ولكن في النهاية هؤلاء الإنقلابيون لا يفهمون إلا لغة القوة ولذلك هدف استراتيجي عدم سقوط مأرب ولابد أن تعلم الحكومة الشرعية إذا ما سقطت مأرب سوف تسقط أوراق سياسية كثيرة وتفاوضات ومفاوضات مع هذه الحركة الانقلابية وليعلم المشاهد الكريم أن هؤلاء طموحهم أقصد الانقلابيين ليس في مأرب فقط هؤلاء طموحهم يتطابق مع طموح إيران وليست اليمن كلها هؤلاء لهم طموح أبعد من ذلك بكثير ولذلك الذي يوقف هذا الطموح القوة والقوة وحدها بعد القوة تأتي الدبلوماسية ويأتي التفاوض ويأتي العقل الحكيم الذي تمتاز به الحكومة الشرعية الذي تقدم من خلاله المصلحة العامة مصلحة اليمنين على أي مصلحة أخرى من أجل حقن دماء اليمنين ومن أجل استقرار حقيقي داخل اليمن ولكن حتى لا ننخدع بهذه الشعرات التي ترفعها هذه الحركة الانقلابية لا بد أن تواجه أولا بالقوة لا بد أن نعلم وندرك أنه في حال سقوط لا قدر الله مأرب سوف نجد معاناة حتى في الجلوس على طاولة المفاوضات مع هذه الحركة الانقلابية وهؤلاء سوف تكون شروطهم أقصى وأكبر مما كانت في الماضي وهذا ما سوف يعقد الوضع داخل اليمن أكثر نعم اسمح لي أيضا أن نشرك معنا عبر الهاتف للنقاش حول الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي وأيضا الجوانب والمواضيع المتعلقة بها أرحب بضيفي عبر الهاتف ثابت الأحمدي الكاتب والمحلل السياسي أستاذ ثابت مرحبا بك مرحبا بك يا أخي العزيز والمشاهدين الكرام أرموا سهلا أستاذ ثابت أمس تحدث المبعوث الأممي عن خطورة الحصار الحوثي المفروض على مديرية العبدية على تحدث أيضا عن التصعيد الحوثي في مأرب والذي قال بأنه مرارا وتكرارا يعني يجدد الدعوة بوجوب إيقاف هذا التصعيد لكن أنا هنا أود أن أسألك أنه إلى أي مدى يمكن لهذه الإحاطات أن تشكل ورقة الضغط على ميليشيا الحوثي من أجل وقف معاناة أهالي محافظة مأرب وأيضا النازحين الذين يقدرون بأكثر من مليوني نازح نزحوا إلى هذه المحافظة أخيرا عزيزي المشاهد الكريم إن يحط فقد أحاطى أخلهم من قبل الإحاطات لا تجد نفعا مطلقا هو رفع تقرير عما يجد على الأرض إلى جهته الرسمية التي أوفدته هذا كل ما في الأرض هذا كل ما في الأمر كانت استطاعة هذه الجهة الأمم المتحدة لمجتمع الدولي أن يأخذ التقرير من رباني ناشط محايد أو من طرف أو من الحكومة الشرعية أو دعكها التنية للحكومة الشرعية من أي طرف نستطيع أن نقول أنه محايد وفي الواقع هو لم يأتي بشيء جديد يعني كل ما أتى بتقرير كما جاء أصلابه بذلك وأنا في الواقع أقول تجزئة القضية اليمنية هذه واحدة من الألعاب الدولية التي يراد لقضيتنا الكلية أن تتلاشى نحن اليوم نتكلم عن العبدية نتكلم عن صرواه نتكلم عن طائز نتكلم عن الحديدة عن قضايا يعني جزئية داخل القضية الكبرى قضيتنا الرئيسية هي الشرعية وقضيتنا الأصلية استعادة صنعاء بدرجة رئيسية بعدها سيعود كل شيء وستعود منها إلى مجاريها على كافة المستويات أما نجزئ القضية تارة العبدية وتارة صرواه وتارة الحديدة وتارة تعيش فهذا في الواقع لا يخدم إلا الجماعة الحفية نعم أستاذ ثابت قلت بأن قضيتنا الرئيسية والمركزية هو استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء إذن لماذا تتمسك الحكومة باتفاق السويد خصوصا أنه أمس قدم 38 برلمانيا عريضة طلبوا فيها الرئيس بوقف العمل بموجب اتفاق السويد بإشعال كل الجبهات بأيضا عدم التعاطي الزايد والمبالغة في التعويل على الموقف الأممي حتى اتفاق السوكهولم كذلك في 2018 آخر 2018 هو واحد من الفخاخ التي نصبت للقضية اليمنية وحتى فرضا أننا لم نعمل به هو لا يكفي لا يكفي أساسا لاستعادة أو للتعاطي مع القضية بشكل عام اتفاق السوكهولم كما قلت واحد من الفخاخ وقبله اتفاقات أيضا أخرى وكلها لن تجدي سنظل نتعمل مع قضيتنا كقضية كلية جامعة قضية الشرعية واستعادة الصنعاء وكما قلت كل شيء بعدها سيعود هذه قضية من الجوارية مع جماعة لا تجيد التفاوض ولا الحوارات ولا تؤمن بها إطلاقا هي تتعاطى بالقوة ولا تعود ولن تعود إلا بالقوة أستاذ ثابت من خلال متابعتك للمشهد اليمني ما الذي يتوجب على الحكومة القيام به من أجل تحقيق الأهداف التي ذكرتها استعادة الشرعية إنهاء الانقلاب خصوصا أن القرارات الدولية بما فيها القرار 2-2-1-6 لم تحقق المرجو من انسحاب ميليشيا الحوثي وتسليم السلاح الثقيل وما إلى هنالك أخي العزيز قلنا هذا الكلام مرارا وتترارا أنه ليس أمامنا إلا استعادة الشرعية بكاملها ولا بد من كسر شوكة الحوثي أسكريا بغير هذا سنظل نحرص في البحر ونحرص في كثبان الرمل ولن نصل مع هذه الجماعة إلى طريق والله لو حاورناهم ألف سنة لن نصل معهم إلى طريق مطلق لن نعرفهم تماما حياتنا معهم حرب وحربنا معهم حياة الناس يتفاوضون على تفاصيل على جزئيات على قضايا فرعية أما قضايا رئيسية وجوهرية وأساسية فيصب التعاطي معها يا أخي هناك حتميات هناك يعني قضايا جوهرية ورئيسية لا يمكن المساس بها الجمهورية 26 ستمبر 14 أكتوبر الوحدة هذه القضايا مرتزية أساسية لا يجوز أساسا التفاوض حولها لا يجوز مطلقا أن نعيد النظام الكهنوتي إلى الحكم حتى مشاركا هذه جريمة كبرى الناس يتفاوضون في التفاصيل الصعيدة يتحاورون في الجزئيات وليس في الكليات الكلية لا يجوز المساس بها قطعا وبالتالي يجب عادة النظر في مساء الشرعية ومسارها بشكل عام لحل القضية النهائية للشعب اليمني هي قضية شعب وليس قضية نقبأ وجماعة سياسية نعم الكاتب والمحلل السياسي ثابت الأحمدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة بالعودة إلى ضيفي في القاهرة الأستاذ مونير ربما سمعت إلى ما تفضل به ضيفي وقال أن هناك يعني خطوط حمراء لا ينبغي على الحكومة التفاوض أو التفريط بها فيما يتعلق بالسيادة فيما يتعلق بالشرعية فيما يتعلق بإنهاء الانقلاب ولذلك نجد يعني الحكومة ربما تشدد على المرجعيات الثلاث للحل في حال وصول تسوية سياسية لكن السؤال أستاذ أديب يعني هل للاعتراف الدولي بالشرعية أي أثر فيما لو يعني كان الميليشيا الحوثي الطرف المسيطر على الأرض بدليل أنه ضاعت شرعية الرئيس الأفغاني وتم الاعتراف بسلطة القوة وسلطة العنف في أفغانستان نعم بكل تأكيد يعني وهذا ربما يعزز ما ذكرنا بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة لتعامل مع هذه الحركة الانقلابية للأسف الشديدة المجتمعي الدولي لا يعترف إلا بهذه القوة هو لا يبحث عن فكرة العدل أو على فكرة مصلحة اليمنين ويبحث عن الوضع يعني الوضع على أرض الواقع داخل اليمن من المسيطر ومن يمتلك القوة ومن يمتلك القرار وبالتالي يضع يده في يد هذا الطرف حتى وإن كان معتديا حتى وإن كان خارجا عن الشرعية وإن كان منقلبا حتى وإن كان يحكم الشعب اليمني يعني بالحديد والنار وعلى غير رغبته ولذلك القوة تبدو مهمة مهمة من زاويتين زاوية لها علاقة بأن هذه الحركة الانقلابية لا تفهم إلا هذه القوة وبالتالي لابد من التعامل معها بنفس الطريقة واللغة التي تفهمها والأمر الثاني أن المجتمع الدولي لا يفهم وهذا للأسف لا يفهم لغة الدبلوماسية إذا كنت دبلوماسيا ويتم إطلاق النار عليك ولا تستطيع أن تحكم اليمن من داخل اليمن فهذا أمر يبدو عبثي ولذلك عندما تفرض القوة وأدواتها على هذه الحركة الانقلابية وتعاد الأمور إلى نصابها هنا سوف ينحاز المجتمع الدولي انحيازا كاملا للشرعية صحيح المجتمع الدولي يعترف بهذه الشرعية لكنه اعترافا اسميا اعترافا لفظيا اعترافا عبر تصريحات المجتمع الدولي لا يفرض شروط ولا أدوات كي يعيد الأمور إلى نصابها وإنما تخرج كلمات كما خرجت من المبعوث الأممي ويتحدث عن وضع مأساوي في مأرب وشبوة والبيضة ولكن ومفائدة الحديث عن هذا الوضع المأساوي دون أن يفرض مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي على الأقل حماية هذه الأماكن دون اغتصابها من قبل الحركة الحسية ولذلك أعيد وأكرر ما سبق وقلته بضرورة الحفاظ على مأرب ضرورة مواجهة الحركة الانقلابية بقوة قد لا تكون أقل من العنف الذي تمارسه هذه الحركة الانقلابية ويأتي ربما تاليا التفاوض من أجل الشعب اليمنين لكننا نضع في مدركاتنا الحسية أنها حركة انقلابية متطرفة طائفية لا تنتمي للأسف شديد إلى اليمن وإنما تنتمي إلى إيران وتعمل لأجندة خارجية ولكننا في المقابل أو الحكومة الشرعية نقدم مصلحة اليمنين وتريد أن تحقن دماء اليمنين وتصل إلى حل سياسي حقيقي داخل اليمن ولكن قبل ذلك وقبل قبل ذلك لابد من وجود قوة تحفظ هذا الحق حتى لا يغتصبه أو تغتصبه الحركة الانقلابية داخل اليمن نعم عموما وقبل أن نستكمل بقية النقاش نتوقف عند مقال الكاتب ياسين سعيد نعمان بعنوان ثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة واحد أعادت الزخم لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بعد سنة واحدة من محاولة كسرها عفرت انتصارها مناخات وطنية شاملة تغيرت معها على طول الفلاد وعرضها أهازيز شعلة النصر من نصر الله الهادي إلى يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح وهيأت لها أسباب الصمود في أكثر من جبهة ورفدتها بالمناضلين الذين دافعوا عنها في أكثر الجبهات احتداما بالمواجهة مع الملكيين اثنان شكلت حافزا لإطلاق الوعي الوطني نحو مسارات تخطط حواجز البنى السياسية والاجتماعية القديمة التي حاصلت اليمن في مفاهيم مشوهة للدولة وحركة الروابط اليمنية الداخلية برؤى سياسية وطنية ساغها مناضلون عبروا حاجز التجزئة فوق أشريعة لم تهزمها الرياح المعاكسة ثلاثة التحمت مع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مسار كفاحي وطني تبلورت معه الحركة الوطنية اليمنية في أكثر تجلياتها تنوعا والتزاما بمشروع يضع اليمن في المسار صحيح نحو النهوض الوطني أربعة حققت الاستقلال الوطني وأقامت دولة وطنية بتوحيد سلطنات ومشيخات وإمارة الجنوب والمستعمر عدن التي كانت المشعل الذي أضع الطريق لبناء تلك الدولة الفتية بكل ما رفقها من نجاح ومصعب خمسة كانت تعبيرا عن حقيقة لا بد من استدعائها اليوم في خضم ما يشده اليمن من تحديات وهي أن الجنوب بقيادة عدن كان وسيظل القاعدة التي يتشكل استقرار اليمن على مرصتها بالعودة إليك أستاذ مونير نحن الآن نحتفي بالعيد الثامن والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر التي تفجرت في جنوب الوطن من أجل الإطاحة بالمستعمر البريطاني الذي ظل جاثما لنحو مئة وثلاثين سنة اليمنيون الذين أطاحوا باستعمار تجاوز القرن وأيضا أسقطوا الإمامة التي استمرت في شمال الوطن لأكثر من ألف سنة هل يعجزهم يعني ميليشيا وحتى وإن كانت تقف وراءها إيران يعني في قرارة أنفسنا أن اليمن سوف تنتصر في النهاية اليمن خلقت سعيدة وسوف تظل سعيدة حتى وإن مرت بمحن كثيرة وأعتقد أنها مدالت تعيش هذه المحنة وقد تطول المحنة بعض الشيء ولكن يقيننا أن اليمن سوف تنتصر وانتصار اليمن باليمنيين أنفسهم وبشائر هذا النصر تبدو خاصة وأن هناك إرادة حديدية لدى كل اليمن بأن تعود اليمن إلى حضن اليمنين من جديد إلى أن تسود الشرعية داخل اليمن الشعب اليمني بطبيعته يكره الحرب والدماء هو شعب متصالح حتى مع نفسهم وهو يعشق فكرة السلام وهو دائما يعني يقدم على السلام ويحب في حقيقة الأمر أن يعيش في سلام ووئام وبالتالي يعني هذه الصفات هي صفات إيجابية ربما تكون قد أخرت الانتصار على الحاكم البريطاني ولكن في النهاية فرض اليمنيون أنفسهم وتحقق هذا الانتصار ونحن نعيش ربما ذكراه الآن وبالتالي الحركة الانقلابية إلى زوال بكل تأكيد إلى دوال ربما لسببين نعم أولا لأنها حركة متطرفة انقلابية أتت بلا شرعية أتت على دماء اليمنيين وبدون رغبة اليمنيين وتعمل لأجندة خارجية وبالتالي هي إلى زوال والتاريخ قد حكى لنا أن من يأتون إلى الحكم بدون رغبة الشعب حتما يخرج عليهم الشعب ويلفظهم ويكون في النهاية يعني مقرهم ومستقرهم سلة المهملات وإلى الأبد الأمر الثاني هذه الإرادة الفلاذية لدى الشعب اليمني الذي يعانى ويعاني ومدال يعاني والمحب للسلام وبالتالي هو لن يرضى بأن يستمر الوضع على ما هو عليه قد تكون الحركة القدسية في أوج قوتها وقد تستأثد هذه الحركة بأجندة خارجية ولكن لا يبقى في النهاية إلا الواقع والحقيقة وأعتقد أن حقيقة اليمن يعني سوف تبدو وتظهر بصورة أكبر عندما يزول تزول هذه الحركة وسوف تزول لأن هذه الحركة جديدة على الشعب اليمني وأعتقد أن ممارسات الحركة بدأ الشعب اليمني يراها رأي العين وبالتالي سوف يكون الحكم قريبا من قبل الشعب اليمني وسوف يتحقق ذلك وسوف تتحرر اليمن عما قريبا من هذه الحركة نعم بهذا الطرح نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة مونير أديب الباحث في القضايا الدولية والجماعات الإرهابية أشكرك جزيل الشكر شكر لك سستمر والشكر دائما وأبدل لكم أعزاء المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى